اشتركوا في القناة منحوا وسام القبر المقدس لعدد من أبناء الكنيسة الأرثوذكسية الكنيسة القبطية في الأردن تحتفل بتذكار نياحة البابا كيرلوس الكاريتس الأردنية تختتم مشروعة موسيقى من أجل السلام وفيها أيضاً المطران خرستوفوروس يلتق الكهنة ومعلمي التربية المسيحية أهلاً بكم قلد غبطة البطريارك ثيوفيلوس الثالث عدداً من أبناء الكنيسة الأرثوذكسية في المملكة وسام القبر المقدس ودرع مطرانية الروم الأرثوذكس وذلك لقاء جهودهم الطيبة وعطائهم الموصول لخدمة الكنيسة وأبناء الرعاية إلى التفاصيل موسيقى الرب يرعاني فلا شيء يعوزني موسيقى عمراء خدر هناك أسكنني على مياه الراحة رباني موسيقى أصلح نفسي إلى سبول البري من أجل اسمي إياداني موسيقى منح غبطة البطريارك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريارك المدينة المقدسة وسائر أعمال فلسطين والأردن وسام القبر المقدس ودرع مطرانية الروم الأرثوذكس لعدد من أبناء الكنيسة الأرثوذكسية في الأردن الذين قدموا الكثير لخدمة الكنيسة ومنهم من شيد كنائس في مختلف محافظات المملكة فقد قلد غبطته كلا من السيد قيسر الداود وعائلة المرحوم إبراهيم قاقيش تسلمها عنهم الدكتور أيوب قاقيش والسيد فوزي شنودة وسعادة النائب الأسبق فخر الداود والمهندس إلياس عطلة بالإضافة إلى السادة جودة عكروش وسهيل عجيلات وعماد خوري وفرح الربضي والفاضلة ميسون الصناع والدكتور نجم الهلسة نحن كيريوس كيريوس ثوفلوس الثالث بطريارك المدينة المقدسة وسائر فلسطين والأردن نعلن بهذا أن حضرة السيد قيسر عطلة الداؤود حامل الصليب بأمر من قبل حاملي صليب القبر المقدس الأرثوذكسي تكريماً وتقديراً لتفانيه ودعمه المستمر للقبر المقدس وكنيسة الروم الأرثوذكس أم الكنائس وتعبيراً عن ذلك نقدم له هذه الشهادة التقديرية من قبلنا نحن صاحب الغبطة كيريوس كيريوس ثوفلوس الثالث بطريارك المدينة المقدسة وسائر فلسطين والأردن القدس الشريف سبعة ثلاث ألفين وعندن نحن كيريوس كيريوس ثوفلوس الثالث بطريارك المدينة المقدسة وسائر فلسطين والأردن نعلن بهذا أن المرحوم إبراهيم السليم قاقيش حامل الصليب بأمر من قبل حاملي صليب القبر المقدس الأرثوذكسي تكريماً وتقديراً لتفانيه ودعمه المستمر للقبر المقدس وكنيسة الروم الأرثوذكس أم الكنائس وتعبيراً عن ذلك نقدم له هذه الشهادة التقديرية من قبلنا نحن صاحب الغبطة كيريوس كيريوس ثوفلوس الثالث بطريارك المدينة المقدسة وسائر فلسطين والأردن القدس الشريف سبعة ثلاث ألفين وتسعة عشر نحن كيريوس كيريوس ثوفلوس الثالث بطريارك المدينة المقدسة وسائر فلسطين والأردن نعلن بهذا أن حضرة السيد فوزي عبد المسيح فتيم شنودة حامل الصليب بأمر من قابلي حاملي صليب القبر المقدس الأرثوذكسي تكريما وتقديرا لتفانيه ودعمه المستمر للقبر المقدس وكنيسة الروم الأرثوذكس أم الكنائس وتعبيرا عن ذلك نقدم له هذه الشهادة التقديرية من قبلنا نحن صاحب الغبطة كيريوس كيريوس ثوفلوس الثالث بطريارك المدينة المقدسة وسائر فلسطين والأردن القدس الشريف سبعة ثلاث ألفين نحن كيريوس كيريوس ثوفلوس الثالث بطريارك المدينة المقدسة وسائر فلسطين والأردن نعنن بهذا أن حضرة معالي حضرة السيد فخر اسكندر حناء الداؤود حامل الصليب بأمر من قابلي حاملي صليب القبر المقدس الأرثوذكسي تكريما وتقديرا لتفانيه ودعمه المستمر للقبر المقدس وكنيسة الروم الأرثوذكس أم الكنائس وتعبيرا عن ذلك نقدم له هذه الشهادة التقديرية من قبلنا نحن صاحب الغبطة كيريوس كيريوس ثوفلوس الثالث بطريارك المدينة المقدسة وسائر فلسطين والأردن القدس الشريف سبعة ثلاث ألفين سعشر نحن كيريوس كيريوس ثوفلوس الثالث بطريارك المدينة المقدسة وسائر فلسطين والأردن نعلن بهذا أن حضرة المهندس إلياس شفيق واصف عطلة حامل الصليب بأمر من قبل حاملي صليب القبر المقدس الأرثوذكسي تكريما وتقديرا لتفنيه ودعمه المستمر للقبر المقدس وكنيسة الروم الأرثوذكس أم الكنائس وتعبيرا عن ذلك نقدم له هذه الشهادة التقديرية من قبلنا نحن صاحب الغبطة كيريوس كيريوس ثيوفرث الثالث بطريارك المدينة المقدسة وسائر فلسطين والأردن القدس الشريف سبعة ثلاث ألفين وفنحة عشر سيد جودة عبدالله عقروش جودة عبدالله عقروش أن نتقدم إلى صاحب الغبطة لكي يكرمه ولسوف يعطيه غابة البطريارك بركة الكبر المقدس أيكونة لكي تحفظ حياته وصليب لكي يحفظه وهو وعائلته نطلب من السيد سهيل مخائيل لأجيلات أن نتقدم من صاحب الغبطة لكي يكرمه ويقلده أيضا صليب ببركة الكبر المقدس ويكونة الكبر المقدس القابل للحياة لكي يحفظه هو وذويه والآن نطلب من السيد عماد أيوب خوري أن يتقدم إلى صاحب الغبطة لكي يكرمه ويعطيه أيكونة ببركة الكبر المقدس القابل للحياة ويقلده الصليب الخلاص والفداء لكي يحفظه هو وأسرته من السيد فرح فضل ربدي أن يتقدم إلى صاحب الغبطة ليكرمه على هذا العطاء وهذه الخدمة ويعطيه أيكونة القبر المقدس القابل للحياة ويقلده صليب الفداء والخلاص والآن نطلب من الفاضلة ميسون لطفي الصناع من أجل التقدم إلى صاحب الغبطة ليكرمها فهي المرأة المناضلة التي تتشبه بحملات الطيب اللواتي كنا مع السيد المسيح يعملن بجد واجتهاد من أجل نجاح مسيرته فينطبق عليك هذا اللقب لخدمتك للكنيسة والوطن في ظل جلالة ملكنا المعظم عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه ويقلدها صاحب الغبطة صليب الخلاص والفداء ويعطيها أيقونة القبر المقدس القابل الحياة والآن نطلب من الدكتور نجم جريس الهلسة ليتقدم إلى صاحب الغبطة لكي يكرمه بدرع من مطرانية الروم الأرثوذوكس في الأردن تقديرا لجهوده وعمله الدأوب من أجل رفع الكنيسة ولسوف يعطيه صاحب الغبطة أيقونة ببركة القبر المقدس القابل للحياة ويزينه بصليب الفداء والخلاص هو ومن معه وذويه تقديرا لجهودهم في خدمة الكنيسة الرومية الأرثوذوكسية وبطريقية الأم الكنيس المقدسية وعملهم الدأوب في خدمة المجتمع الأردني في ظل صاحب الجلال ملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم حفظه الله نكرمهم بدرع مطرانية الروم الأرثوذوكس في الأردن وصليب القبر المقدس ببركة القبر المقدس القابل للحياة وأيقونة لكي تحفظ حياتهم وكل عام وأنتم بألف خير وألقى سيادة المطران خريستوفرس عطالة كلمة باسم غبطة الباتريارك شكر فيها كل من يعطي بعيدا عن عيون الناس فللعطاء غبطة أعظم من الأخذ والأيدي التي تعطي بمحبة وسحة لا تقل عظمة عن تلك الأيدي التي ترفع للصلاة في بيوت يذكر فيها اسم الله المهب وتنشر فيها رسالة السلام التي جاء بها السيد المسيح مبشرا منذ ولد على هذه الأرض المقدسة وتعمد فيها وأكد سيادته على أن الكنيسة دائما تقدر كل الجهود التي تقدم لها مهما كانت بسيطة فالله ينظر ويجازي ولن ينسى حتى لو كأس ماء بارد قدم من أجل اسمه ولهذا كل من يعمل في الكنيسة ينال الكثير من البركات الأرضية والسماوية التكريم كان هو دلالة وعرفان من قبل الكنيسة وتقدير على كل الجهود التي تبدوها بعض الأشخاص بالطبع الكنيسة هي بتكرم وبتبارك كل أبناءها ولما يخصص بعد مش معناته أنه التاني لا يكرم ولكن في الكنيسة الكل يكرم بنعمة وبركة الله الغزيرة ولكن هذول الأشخاص كان لهم دور في المجتمع المحلي والمجتمع الكنسي والمجتمع الوطني فبالتالي كان دور على الكنيسة منحم وسام القبر المقدس وبالأخص اللي قاموا ببناء كنائس مثل كنيسة الصعود في خلدة وكنيسة أبو نسير مار الياس هذول العائلتين عائلة ققيش وشنودة السيد فوز شنودة وعائلة ققيش كان لهم دور كتير مهم أنهم يعطوا قدوة للإنسان في التبرع وهذه بركة كبيرة حتى ذكرهم يكون دائما مؤبد في بناء الكنيسة كمان اليوم كان مناسب لتكريم بعض من الشخصيات التانية اللي كان لها دور برضو في العمل الكنسي إما هندسيا مثل المهندس الياس أعطرنا أو مثل أبو ديرار والسيد فخر إسكندر من الفحيس وكان أي شي يوم مميز كمان للفحيس أنه كمان سيدنا بطرة أعطى لإيكونوموس لأبونا بشارة أصبح إيكونوموس في الكنيسة أعطى الصليب وبالتالي أعطى بركة كمان أنه لبناء كنيسة بالفحيس وأعطى أول تبرع 250 ألف هذا التبرع هو كمان مساهم من قبل البطريالكية بقرار من المجمع المقدس زي ما حكى سيدنا البطرة لبناء هاي الكنيسة والكنيسة كمان رح تكون في كمان كنائس في عدة مناطق مثل هلأ عماننا بلشنا كمان في كنيسة في الصلط لأننا مدينة الصلط كمان بحاجة وكان عنا تبرع كتير سخي من أحد أبناء الكنيسة باسم حداد في أرض للكنيسة لكنيسة الصلط وإنشار لربنا يساعدنا في بناء هاي الكنائس اللي حتى يتمجد ربنا فيها كما أعلن غبطته في نهاية التكريم عن تبرع مالي قيمته 250 ألف دولار لتشييد كاتدرائية أرتدكسية جديدة في مدينة الفحيس للسنة الثانية وبمشاركة 140 طفلا نظمت كاريتاس الأردن في مركز تيرا صنط الثقافي بعمان حفلا موسيقيا كبيرا بمناسبة اختتام مشروع تعليم الموسيقى للأطفال الأردنيين واللاجئين تفاصيل أوفا في سياق هذا التقرير للعصيد كتيرا وانا تولى جوي السور للعصيد كتيرا للعصيد كتيرا للعصيد كتيرا أقيم في مركز تيرا صنط الثقافي في جبل الويب دي بعمان حفل موسيقي كبير نظمته جمعية الكاريتاس الأردنية بمناسبة اختتام مشروع تعليم الموسيقى للأطفال اللاجئين والأردنيين الأكثر حاجة والذي تم الإعداد له منذ سنتين وخلال الاحتفال الذي حضره سيادة المطران جوزيف جبارا رئيس أساقفة بيترا وفلادلفيا وسائر الأردن للروم الملكيين الكاثوليك والسفير البابوي لدى الأردن البيرتو أورتيغا مارتن والنائب قيز زيادين وعدد من الآباء الكهنة والراهبات وموظفي الكاريتاس والأصدقاء وأهالي الأطفال المشاركين لفت السيد وائل سليمان مدير عام الكاريتاس في كلمته الترحيبية إلى أهمية دور الموسيقى في تعزيز قيم المحبة والتآخي والسلام ونبذ العنف والكراهية مصلطا الضوء على أهميتها في تربية جيل سلام ومحبة في العالم وبالأخص في الشرق الأوسط كما قدم الشكرة لجميع الشركاء والمساهمين والداعمين من الأردني وخارجه اليوم كان في عنا حفل اختتام مشروع موسيقى من أجل السلام للسنة الثانية احنا عم نشتغل مع 150 طفل من أكد أطفالنا الأردنيين سوريين عراقيين هذا المشروع بتمويل من مؤسسة نمسوية آمنت بأن الأطفال بقدر زي ما شفنا اليوم يعني هنه ملائكة واليوم شفنا صوت السلام تباحهم بقدر يوصل بوصل للقلب قبل ما يوصل لأي إشي تاني فاليوم نحنا بفرحة كبيرة إنه اختتمنا المشروع رح يستمر غطى بالفترة السنتين الماضيات غطى منطقة الزرقى ومنطقة مادبة وعمان بالتعاون مع عدة مدارس وعدة مؤسسات وهلأ التطلع لسنتين قادمات لحتى نكبر المشروع ونأسس مدارس صغيرة للموسيقى بعدة أماكن في المملكة شكرا 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 وفي كلمته أبدى داعم الحفل البروفيسور جيرالد الرئيس والمدير الفني لجوقة الأطفال في فيينا في النمسا سروره بالحفل وشكر فريق كاريتاس وكامل الفريق القائم على العمل مشيرا في ذات السياق إلى أن بعض الفقرات التي غناها الأطفال يغنيها أيضا أطفال آخرون في كل أنحاء العالم مؤكدا دور الموسيقى في التواصل بين الناس كونها لغة عالمية مشتركة تصل مباشرة إلى القلوب وشارك في الحفل الموسيقي الذي أداره الماسترو طوع مجبارة مدير جوقة ينبوع المحبة بقيادة الموسيقار طارق الجندي 140 طفلا من الأردن واللاجئين السوريين والعراقيين كما تم عرض فيديو تحدث عن تفاصيل المشروع وغاياته وخبرات المعلمين والأطفال وبعد ذلك قام الأطفال بتقديم معزوفات موسيقية مختلفة وترانيمة عن السلام وأغاني تراثية مميزة موسيقى وفي الختام تم تقديم الدروع للجهات المشاركة في العمل وتوزيع الشهادات على الأطفال بعزف عود وبغني طبعا فهي الموسيقى كثير علمتني أشياء وأنا حبيتها وبشكر الأساس مع أسامين طبعا أستاذ سلامة وأستاذ طارق والأساس الثانية وبشكر كل واحد ساعدنا والريكوردر والغناء وهلأ أنا صرت على قلتي كمان طبعا أنا أول ما فتت بالموسيقى ما كنت أعرف أعزف إشي على الريكوردر بس إنه بدعم الأستاذ معتز كان يعلمني إنه كيف أعزف على الريكوردر هو اللي طورني فهي السنة إنه أنا كنت أعزف على الكمان إنه لساتني بأعزف على الكمان وغير هيك إنه لإني أنا كثير بحب الموسيقى لإنه موسيقى من أجل السلام وقبل هاي الدورة كاملة قبل سنتين أنا كنت أعزف بمركز كنت أتدرب بمركز قيتار فإنه هلأ بأعزف كمان وحب أشكر أستاذ معتز وأستاذ طارق وكل أساذ من الموسيقى عشانهم مطوروني والكريتاس أكيد يذكر أن الهدف من هذا المشروع الذي أشرفت عليه كاريتاس الأردن هو تعزيز شعور الانتماء والوجود لدى الأطفال والذي ينعكس إيجابا على مجتمعهم وعائلاتهم من خلال ما يمكن أن تساهم به الموسيقى والفنون بتطوير مهارات جديدة لتحسين قدراتهم التعليمية واكتساب شعور بالمسؤولية والانضباط والإنتاجية بالإضافة إلى البعد السامي والروح الكامل الذي تبثه الموسيقى في حياة الأطفال موسيقى 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 بدأ القداس الذي ترأسه قدس القمص أنطنيو الصبح بمعاونة القسم خائل ثابت وشمامسة الكنيسة بصلاة الأجبية والمزمية من ثم القراءات الرسولية والإنجيل المقدس بحضور جموع من المؤمنين موسيقى 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 وتحدث القمص أنطنيو الصبح في عظته عن إنجيل معلمنا لوق البشير الذي تحدث فيه عن الصلاة الربية التي علمنا إياها السيد المسيح حيث تأمل قدسه في كلمة أبانا ومعانيها العميقة حاثن المؤمنين على عيش الكلمة في حياتنا وأن نجعل الله أبانا يدير أمور حياتنا إحنا الواحدين كمسيحيين إحنا الواحدين في شعوب البشر كلها اللي نقول لربنا أبانا إحنا الواحدين كمسيحيين بمختلف الطوايف اللي نتجرأ ونقول له أبويا السماوي إحنا الواحدين اللي بينا وبينه دالة أعطيت لنا من خلال اختياره لنا كأبناء ليه وخاصة ليه زي ما قال قد اخترتكم وميزتكم من بين الشعوب لتكونوا ليه كونوا قديسين كما أني أنا قدوس أيضا كما تحدث قدسه عن مثل الإبن الضال مشبها المثل بحياة الأبوة الأرضية حينما سامح الأب الإبن الضال وتسأل قائلا ما بالكم بأبين السماوي الذي دائما يصفح ويسامح وفي مثل الإبن الضال المسيح بيأكد لنا أنه مش هيخليك تنطق بكلمة لست مستحقا أن أود عليك يا ابن أنت ابني طب والكنيسة كلها يا رب قال بس 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 ما أنتوا عشان في بنوة في أبوتي ليكم وبنوتكم معايا لا أعود أسميكم عبيدا خلاص ما فيش سيد عبيد بل أسميكم إيش أحباء إيه الجمال ده إيه الأب الحنون ده إيه ده ده في حاجات مش عارفين نعبر أنها بالكلام لا أعود أسميكم عبيدا شوف نظرة ربنا لكل واحد فينا أنت مش عبد بس إحنا بقى نقوله في اللحن بتاع يا الله رحمنا نقوله نحن وإيش عبيدك إحنا مش نسيين الزمن بتاع جدود جدود جدودنا لما كان فيه السيد والعبيد لما نقوله نحن عبيدك في اللحن مع الشمامسة إحنا بنقوله ما ننساش أصلنا التراب ونقر في مضمونها نحن أولادك يا رب أبانا الذي في السماوات والعلامة دي كده وفي جانب آخر من العظة تحدث قدسه عن فضائل قديسنا المعاصر البابا كيريلوس السادس الذي تعيد له الكنيسة في مثل هذه الأيام وعن المعجزات التي يصنعها لكل طالبي داعين الجميع للتمثل بسيرته العطرة التي فاحت أرجاء العلام والبابا كيريلوس بتنطبق عليه الآية اللي بتقول وإن مات يتكلم بعد ما زالت كتاباته وما زال هو كان وعزه أليل جداً يعني لكن بركاته وشفاعته والمعجزات اللي بتحصل شبه يومي في ديره في كينج ماريوت في دير القديس العظيم ماريمينة وبرضو أنا بقول أنا أصغر بكتير من أقف وحدثكم عن هذا العملاق الكبير وأنت أكيد متابعين المعجزات هنا وهنا وهنا وأعتقد أن يندر أن يكون هناك مسيحي في الكرة الأرضية مسيحي واحد ما له علاقة مع البابا كيريلوس وبعد العظة وتقديس القرابين تناول المؤمنون من سر الإفخارستية المقدس ممجدين وفريحين من ثم تلاش مامسة الكنيسة تمجيد للمتنيح البابا كيريلوس حيث جال الأباء الكهنة في دورة حول المذبح والكنيسة حاملين أيقونة البابا رافعين الصلوات والطلبات مع البخور نشر المسيحي هي بنيوت أفاكر اللوس بعقوبة عاد لنا رفاد حبيبنا نشر المسيحي وبعد القداس الإلهي احتفل المؤمنون بالعيد الثامن والعشرين لرسامة راع الكنيسة القمص أنطنيو الصبحي كاهنا على الكنيسة على يد مثلث الرحمات الأنبى باسيليوس مطران الكرسي الأرشليمي حيث قدم أطفال مدارس الأحد ترانيمة روحية لهذه المناسبة وبعدها قدم القسم خئيل ثابت هدية تذكارية لقدس القمص أنطنيوص معربا عن فرح أبناء الكنيسة في احتفالهم معه بعيده الكهنة والشعب والخدام والخدمات والشمامسة وكل الفئات بتشكر قدسك على الأيام الحلوة اللي انت بتقضيها معانا وبنقدم لك تذكار صغير علشان تفتكر ولادك في صلواتك كل سنة وغدسك طيب وهو بالمية وعشين معلش هي هدية صغيرة لكن سنة وغدسك طيب واختتم الاحتفال بقطع الكعكة والتقاط الصور التذكارية أسرة مكتب فضائية مرساة الأردن ممثلا بمديرته الدكتورة باسم السمعان وفريق العمل يتقدمون بالتهنئة القلبية لقدس القمص أنطنيو الصبحي حنى راع الكنيسة القبطية في الأردن بمناسبة مرور ثمانية وعشرين عاما على سيامته الكهنوتية متمنيين لقدسه أعواما ملؤها المحبة والسلام والعطاء في خدمة الكنيسة وشعب المسيح خلال نشاطاته العديدة التقى سيادة المطران خرستو فورس عطلة مطران الروم الأرثوذكس في عمان كهنة المطرانية كما التقى معلمي التربية المسيحية في الأردن وبعد ذلك توجه سيادته إلى كاتدرائية البشارة بعمان حيث ألقى محاضرة روحية قيمة أكد فيها على ضرورة العمل الإيماني الصادق وذلك خدمة للكنيسة والرعاية إلى التفاصيل ضمن عمله الرعوي المميز في الكنيسة الأرثوذكسية التقى سيادة المطران خرستو فورس عطلة مطران الروم الأرثوذكس في عمان كهنة المطرانية في اجتماع شهري أقيم في الناد الأرثوذكسي بعبدون بدأ اللقاء بالصلاة والبركة تلاه محاضرة روحية ألقاها قدس الأب إبراهيم دبور تطرق خلالها في الحديث عن الأهواء والأفكار الشريرة التي تحارب أبناء الله خلال أيام الصوم المقدس محاضرة اليوم كانت حول الأفكار والأهواء الشريرة خصوصا قبل الصيام كيف يستطيع الإنسان أن يتحرر من أهوائه ومن أفكاره الشريرة شو علاقة الفكر بتنقية الذهن أو تنقية القلب لأنه في الأرثوذكسية الاعتراف والتوبة لا يتم إلا بتقدم الإنسان روحيا من مرحلة التنقية إلى مرحلة استنارة وما تقال له بالنعمة طبعا وبالتالي يا أخوان العملية ليست هي فقط أن تنطق بخطيها وإنما أن تزيل جذورها التي هي الأهواء والشهوات من داخل الإنسان وأقل مطران عطل كلماته الروحية للآباء الكهنة موصيا إياهم أن يهتموا بأبنائهم في الرعاية ويكونوا منسطين لهم على الدوام وهدف الاجتماع هو أنه يكون في عنا تواصل مباشر مع الآباء الكهنة من كل مناطق المملكة حتى نقدر دور الكهن يكون فعال وحي في رعاية نفوس أبنائنا الروحيين في كل المناطق دمنا استراتيجية واضحة ببعض رعائي وروحي لنخبة الكميسة كمان نتطرق لمواضيع روحية في الحيوف المنقاش وموابع إدارية حتى يقدر أن الكهن يكون على اطلاع في كل ما يدور بداخل المطرانية والبطياتية والكنيسة الأرثولوكسية بشكل عام حتى يقدر يكون ينقل هذا الشيء لأبناء الرعية كمان وكمان هون بيكون دور إرشاد من ميكا مطران للكهنة على كل الملاحظات اللي أنا بسمعها من الضعاية يعني بسمع كثير أشياء في الكنائس من الضعاية فبالتالي بيكون في كلمات توجيهية وروحية إرشادية للأباء حتى ينتبهوا وما يكون أي واحد منا سبب عطر على نفوس الناس حتى نقدر أن نقود الناس للمسيح للقلاص من خلال عمل سليم بأسرار الكنيسة وحياة الكنيسة يهدف هذا اللقاء الشهري لبث روح الأخوة بين الكهنة والتطرق للحديث حول التحديات والمصاعب وإيجاد الحلول له وفي ذات الصياق التقى صاحب السيادة المطران خريستوفوروس بجميع معلمي التربية المسيحية في الناد الأرثوذكسي عمدون حيث تضمن اللقاء الذي حمل عنوان أنت مهم كلمة لسيادة المطران أكد فيها على أهمية دور المعلم وعمله في إيصال الإيمان المسيحي للطلبة وأهمية خدمتهم الموازية لعمل الكنيسة في التعليم المسيحي حيث أن معلم التربية المسيحية هو منارة يتطلع إليها الطلاب ويقدد بها في السلوك والكلام والتصرفات المقصود بهذا المثل إنه مش لازم نسمح لأي ظرف من الظروف إنه نمس القدوة اللي نحن حملينها يعني القدوة مهم إنه ما نحطمها في ضمير أبناءنا تاني إشي لازم نهتم على نقل المعلومة الصحيحة لأبناءنا المعلومة الصحيحة اللي هي وهذا بتطلب منا تخصيص وقت للمطالعة الروحية وأهم من المطالعة الروحية هي صلاتنا إذا نحن ما كان في عنا حياة روحية يعني ما كان عنا صلاة ما منروح على الأداس الإلهي وما منتناول وما منعترف طب كيف منا ننقل المسيح للآخر ما بتقدر فاقد الشي ما بقدر يعطيه وإن كنت professional في إداءك للمعلومة يعني لو كنت فائق لهدول والكل بسمعك والكل متفوق ولكن المهم إنه وأنا هذا البدني واحد من أهداف اللقاء إنه مهم إنه نوصل ابننا لحضن أسرار الكنيسة بالتحديد كما وضع سيادته المعلمين في الاستراتيجية التي تتبعها المطرانية في نهضة الكنيسة بجميع مؤسساتها بما فيها المدارس التي تقع في أولويات السياسة المطرانية ثم قدم المهندس خليل وهاب عدة حلقات تحدث خلالها عن الأسليب العلمية للتعامل مع الشخصيات المختلفة كما قاد حلقات نقاشية أعطى فيها المجال للمعلمين لإبداء آرائهم والتحدث عن التحديات اليومية التي يواجهونها وقصص النجاح التي يحققونها يوميا واستكمالا لنشاطات سيادته الرعوية والروحية في كافة مناطق المملكة ترأس سيادته خدمة صلاة المسامحة والغفران بمعاونة لفيف من الآباء الكهنة في كاتدرائية البشارة للروم الأرثوذوكس في العبدالي حيث تاتي هذه الخدمة قبل البدء باليوم الأول من الصيام الأربعيني المقدس وخلال الصلاة القلمطران عطل كلمة روحية لأبناء الرعية تحدث فيها عن الصوم الأربعيني ولذته لأبناء الكنيسة حاثن المؤمنين على عيش حياة الطهارة في هذه الأيام المقدسة وأن نواضب على الخدمات المقدسة التي تمنحنا إياها الكنيسة واختتمت الصلاة بتلاوة سر إفشين المسامحة من فم سيادته وتبادل الجميع التصافح باليد بأجواء امتلأت بالفرح احتفلت مجموعة كشافة ومرشدات دير اللاتين في ماركة الشمالية بعمان بتجديد وعدها الكشفي بقداس إلهي ترأسه سيادة المطران وليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن حيث بين سيادته في عذة القداس أن صلاة الإيمان دائما مستجابة كما دعا الأب خليل جعار كاهن الرعية الحاضرين إلى المحبة والتسامح مع الآخرين والالتزام بالصوم المقروني بالصلاة والتوبة لله تعالى وشارك في القداس الأخوات الراهبات وقائد المجموعة جاب الدلو وعدد من قادة المجموعات الكشفية في الرعاية وحجد كبير من فعاليات الرعية وأبنائها احنا اليوم قدينا الوعد الكشفي الوعد هذا هو انطلاق إلى 2019 بكل قادة وأفرد مجموعة تكشفة ومرشدات دير اللاتين ماركة هاي رح تكون الانطلاق على سنة 2019 اللي عندنا نظرة واسعة بتأهيل القيادات وتفعيل كل النشاطات بنشكر سيادة المطران عترأسه هذا الاحتفال وأكيد بنشكر أبونا خليل ونورسات برضو بدنا نشكر قيادة المجموعة اللي قامت ودائماً عم تتعب على أفرادنا وشكراً للجميع للسنة التاتعة على التوالي وبالتعاون مع مكتب التعليم المسيحي في الأردن أقامت جمعية دار الكتاب المقدس في عمان دورة تدريبية اجتملت على مصابقة دينية في إنجيل القديس يوحنى تهدف إلى خلق جيلاً من الطلاب يكونوا قادرين على قراءة الإنجيل والبحث والتأمل فيه وقد شارك في هذه الدورة التي أقيمت في المدارس الكاثوليكية بعمان معلمون وطلباً من 24 مدرسة من مدارس البطرياركية اللاتينية في الأردن والراهبات الوردية والروم الكاثوليك جاءوا من مختلف مناطق ومحافظات المملكة وتضمن البرنامج مصابقة للطلبة للفئة العمرية بين ثماني سنوات وست عشرة سنة حيث ستقام المصابقة النهائية في شهر أيار من العام الحالي بمشاركة أكبر عدد من المدارس في المملكة اليوم التدريب هو خاص بالمدارس الكاثوليكية في المملكة كثير فرحانين أنه في السنة هاي برضو عدد أكبر من المدارس اللي مشتركين في المسابقة في كل عام بيشترك تقريباً ما بين العشرين لأربع وعشرين مدرسة من مدارسنا وهي المسابقة جداً بنشعر أنه بأهميتها بالذات لطلابنا لأنها بتشمل طلاب من صف الثالث وحتى الثانوي وبتشجحهم على معرفة كلمة الله وعلى قراءتها اليوم كان عنا يوم تدريبي للمعلمات اللي هم المهم أنهم يفهموا بهذه المسابقة حتى يقوموا بتدريب الطلاب عندهم عملنا شرح وافي عن إيش هدف المسابقة إيش من لجنة التحكيم الأعداد اللي لازم تدخل عنا الفراء الفئات كل القوانين المختصة بالمسابقة من علامات من خصومات من مكافآت وصلناهم لمرحلة أنه يعرفوا بالضبط إيش هي المسابقة حتى يدربوا طلابهم مع هذا الشي هلأ رح نقوم بتدريب عملي عن كل نقطة مرينا فيها رح ندربهم بشكل عملي على عمل الجهاز، على عمل تسجيل العلامات، على طريقة عمل الأسئلة كيف إحنا بنعمل الأسئلة حتى هم بيدورهم مع طلابهم يقدروا ينفذوا هذا الشي في مدارسهم الفكرة هاي كتير حبيتها ووصلتها للطلاب الطلاب حبوها وعم بيشاركوا بكل حماس فيها لأنه فيها متعة وبنفس الوقت عم بيحفظوا كلمة الله وبحفظوها بطريقة سلسة وغير هيك إنه في ناس في طلاب بهذا الوقت ابعيدين عن كلمة الله إحنا بهذه الفرصة سمحت لنا إنه نخليهم يتعرفوا أكتر وأكتر على كلمة الله السنة عندنا مشاركياً من 21 إلى 24 مدرسة السنة هاي المشاركين المدارس هم تقريباً دبل عن السنة الماضية فهذا دليل إنه المدارس عم بتحب فكرة المصابقة الطلاب عم بيحبوا فكرة المصابقة إنه هي بتأملوا بيقدروا يبحثوا بالكتاب المقدس هاي هي هدف المصابقة إنه نخلق جيل من الطلاب قادر إنه يفتح الإنجيل يتأمل فيه يقرأ يبحث فيه السنة نشكر الله عنا مشاركين كتير من الطلاب المصابقة كل سنة عن سنة عم تتطور كل سنة عن سنة عم بتزهر أكتر بتنشهر بين مدارس عنا السنة مشاركين من مدارس اللاتين من مدارس الرهبات الوردية السنة عنا كمان مشاركين من مدارس الروم الكاثوليك من مختلف أنحاء المملكة شمال وجنوب ووسط نتمنى من كل المدارس التوفير نتمنى فكرة المصابقة اللي هي توصل لطلابنا توصل على الأهل إنهم يكونوا كمان الأهل يقدروا يتأملوا ويقرؤوا كمان بالكتاب المقدس مع طلابهم نظمت لجنة التنشئة التابعة لكنيسة الرسل في الزرقاء ندوة توعوية ألقاها النقيب أحمد ربيحات من إدارة مكافحة المخدرات في مدرسة اللاتين الثانوية المختلطة في الزرقاء الشمالي حول مخاطر هذه الآفة وأضرارها على الفرد والعائلة والمجتمع بحضور عدد من فعاليات ورعاية الكنيسة وطلبة المدرسة حيث تم خلال الندوة التعرف على أنواع المواد المخدرة وأسباب الإدمان عليها والحد من انتشارها ودعوة الجميع إلى التكاتف من أجل محاربة هذه الآفة لما لها من ضرر كبير على مختلف فئات المجتمع بشكل عام وعلى فئة الشباب بشكل خاص واختتمت الندوة بعرض فيديو من قبل إدارة مكافحة المخدرات إضافة إلى توزيع نشرات توعوية على الحضور إلى هنا مشاهدين وصلنا إلى نهاية نشرتنا وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها كشافة ومرشدات دير اللاتين في ماركا يحتفلون بتجديد الوعد الكشفي دورة تدريبية في الكتاب المقدس لمعلمي وطلبة التعليم المسيحي ندوة توعوية بآفة المخدرات في كنيسة الرسل بالزرقاء ختام النشرة مزيد من الأخبار تابع موقعنا الإلكتروني www.nursadjordan.com طابت أوقاتكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة